ستوري دي اليوم دير واحد دري مغريبي تراتلي واحد الحاجة اللي صافر فاسيلا صافر 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 واحد في المياه اللي تقدر تجيهم هي غا يقولي بورن ستار هتقولي يا السياد وقيله شي زرواطه مخبي تحت منه واش كان كيربطه مع الركبه واش كان معروف في المغريب اقول لكم هاتشي كامل اللي كانت معروفة عليه هو كيدير لي كمامو كيدخرجون هالحد يدربي دورك في الجردة دي البني من الليل اكرم مني كانت عنده 16 عام وما كيدير التحاجة من غير الماكلة وشوية دي القراية كانوا يعجبوه بزاف ديال الدريات ولكن كان عنده مشكل ديال كي حشام بحلنا كاملين فباش ما تتخيلوش شي واحد رزاقه ممعروف وهادي وهاتشي اللي خلاه يوصل لكشوها واحد نار بغتا هو يجربت شي ديال دريات ويدير واحد ديت نسبة انه كين في بني ملال بنت لي واحد دريات زوين ونا دير الزيف وزع مراسو مشاهدر معاه كانت لي صافيتين فكر وهو باش نكون واضحين خصوصا ما بين الناس اللي يعيش معهم في بني ملال ارى تبوغيسا بني ملال معروف عليهم الدرالي ضربهم الشمش ووجههم مجلج هو ما كيشبهش لهاتشي ومني فكرات كان راجع واحد نار من المدرسة وعود شافها وفي بلاس ما تجاوبو جا أخوها ولي جاوبو وكله أحسن سلخا وشتفو عليه ومن ثم وهو كيتريني باش عمرت عودترا اللي خلات تعطينا هاد البخوضوين اللي وصلنا لي هدابا ديالة البوغوس وصحيح وفي شكل وماشي في شكل حاش هو في شكل غير بكترت ما بقى في الدار وتتعقد من هاد الشي اللي تراليه تعلم الانجليه وبدأ كي يتفرج في حويج اللي معنو متاع علاقة وبني ملال وتتعقد منه وبقى عايش غير في الانتغنت ومن هناك تجي انه مني شد الباك كنت تفرج في دي فيديو انه يقدر يمشي يقرأ في رومانيا قال داك الشي غيكون رخيص ومن هناك تقرأ لكي يحل فاغماسي من بعد بيزنس مقادد من الأول وكتبوا لنا في كومنتر ماذا هاد الشي اللي يمشي يقرأ وذلك الشي الطيب في روسيا وماذا مزيان وهذا الأطباء اللي يتخرجون وقدروا يأتي ونعطيهم الحملة هنا ولا لا انا بالنسبة لي اي واحد مقرأش هنا في المغرب وما جابش دوك النوقات العالية وداز من ديك الطريقة السهلة ديال حق اغرب الباكت بشي دول يبدا يكتبها لكي يقرأوا في هذه الدول طيب نقول لكم سمحوا لي لا أجبط لكم أصداع ولكن في نفس الوقت عرفكم تتعفقوا معايا موعد شوية ولكن ما غنعموش لكل شي حتى بزاف ديال الدراريتا كي يمشي وتمع وبالعكس تعجبهم قرايا وبزاف كانوا شرحوا لي بأنها مكيش غير النوط باشدخل ولكن ما كان عمامش حتى بزاف وتانيدي الناس يلقى ورأسهم مليمياتين هنا بديك النوط اللي عالية حتى القادية ستكون هناك صاحبه لكي يمشي وردك الدول لكي يقرأ وتتميها تكون قرايا حسن وقال لكي يلقى تتيتيز كي يتمون تيفا يعني هنا أكرم لكي يشرح لكي كامل لكي لم يكن أعرف فارماسية لكي تقرأ لها لكي تحولي بحل الحانوش كي تتشرير دوايات من درب عمار وتضعهم تبيعهم فبقى يشرح لي بزاف لكي يقتنع وفهم هذه الفكرة كاملة ولكن من بعد أن يقرأ وقال لكي يتشرب وقال لدي التجارة وقال لدي هناك صحبها كل من دول عصر لم يكن أعلم أن تتشارة ولكن هناك الكوانجوات والأركاطات التي ترونهم في المدرسة واحد حدا واحد أروا وقفت لكي حراغ لكي لا أشرب القهوة لكي لا أشربها مع الحليب لكي يقومون بحل الحليب لا أعلم كيف يقومون بقى لكي يقومون بسخين لكي يتشرك القهوة وقال لكي تجربت كيفية القهوة قالوا لي بغي تيق هو دير الخرى دير الكوالا قالوا لي 18 درم ونقول لأخوان نجربوا دير الكوالا قالوا لي بكل لخصك تصبر صبرا أنا أمشي نجيبها ومشرب حالا رجع اللور وراشي شجراء وليس حتى شوي يرجع بشي ميكككشة اه عصر تكشيم زيان صراحة ما كانت شقاسها بزاف قالوا كانت فيه شوي دير ريحة الخرى قلت أنا وقالها عادي كان من بعد نعود للدري قالوا لي ذا كرام سطيك حتى وتمور قالوا لي ذا كلم الشروع فهتشي فين بطش أكرم كان يخمم ما علينا بعد مضاربات ومناقشات أكرم غادي الرومانيا وصل تمام قالوا لي ذا كلمات دير اللولة في مدراسة وواجهة كيتمشى قد الرياج كي بدوا يشوفو فيه ما مغلفش وما عرفت شوهاش فراس كومولالا ولكن راكين تتيتيز في رومانيا وما بحالة قلتي جايين من البليم الليل دير روسيا ضربة فيهم شوية الشمش والحالة ضعيفة وعلا ما فهمت عزيزة لهم العرب أولا سيد في سيمان تقول لولة ديجا كيهضر مع جوج درييات وهوما كي أبروط شي وتما وما بغاش يدير شي غلط زيد معتها هو كيخاف وكيحشم شوية ما ازربش وكانت هادي حاجة مزيانة حت في السيمان الثالثة بدأ كيقلص في واحدة فين كيسكن بدأ كيشوف تما واحدة درييارة ما يمكنش زوينة وفورمتها وعرب زاف ما كانش لي ما كيدورش راسه مني كدوز هو كيشوفها غير من بعيد ما يقدر شي سوع برا يقدر يكون معاها ولا تشوف فيه ولكن تلاقعوا المرة الثانية والثالثة بحلا كيزا ما كيتشوفه وهي كتضرب عليها مرة مرة ومعتها هي كتجيب اللابتوب ديالة ثم ما كتخدم به جات عيني أفع عيني ويقول لها ما يمكنش منزعمش آه واد شي كامل معبرني وانا ماندويت ويمشى دغياء قلص معا بزز على راسه السلام ديك اللغة ديالو المخاربقة قلص عماش نو كديري جاوباته بكل شفافية فورن وبالضبط كتدير ديك قادية ديال الويب كام وكتتعرى ودير لكل اللي بغيتي تدوري مسعودة ورينيرجليك تدفلي عليا وإي حاجة درتي خصك تخلص فعاد باش مرة مرة كتدير دي فيديو هو براسه ما فهم ولو فتيك تشرح ليه أكرم دير فاز عمارة فمشي ماشي مغريب بيات شي كول عنده آه زيد آه مزيان حكم تقوي عجبة تبادلو نوامر وقالت لأنت مرة أخرى وثانين يتحقون هنا دك شي مرة أخرى تحقون والمرة اللي وراها خرجوا هي والنكسس تنج ينو تباوسوا وتشدوا في الدين أصلاً هيك توري العالم كامل رمضاً غيرت حسنين توريها لي بمبيناتهم شمعاً للضربات وشاف دك السيطاب ديالها بدك يسول لاش حركة تربحية وتم بدك يتصدم خوصان هنا كانت وصلت الوقت في نبوي سيفتلاي فلوس ديال الشهر سيفتلاي يغنص وبدك يقول لي تاجا أدير تجارة هنا عندك في البلاد بدك يقول خطنة واذا قدرت أنا نخدم معك في شي حاجة قلت لي اه عفتي رأي أنا براسي محتاجة شي واحد بش ندير سيكس تايبس وغي بارقي ما ألقيت قلت لي عفتي انتا فورمتك نوات شي ما مولفش بي وأصلاً ما يقدرش ولكن ينجي الشهر الثاني وبما سيفتلاي هو له أرجع بدك يسول على شي كتر وفي هذا الوقت رأي ديجا هو وياها واصلين لأنك كنت اشي في كاميرا كتش فيلمي ذلك الشي لكي ترى بيناتهم كون شراء ودار في رومانيا وهي كدسا عم فيه قلت لي انت شوف هذه المرة غير نفيلمي ونشوفها غير حنا قلت له اوكي سالة وشفتك الفيديو ومعين كيش وشد الخلعة وحشمان يشوف راسه في الاخر جادك شي شوية بحلها عادي تلو المرة اللولة الثانية الثالثة أول مرة الرابعة حاول يكون ذلك الشي مقاد وصولاته وقال له اه صراحة اديرو لي المونتاج ولو حيلا بغيته زي عم في الشين ديالك البلال اللي كان مزيان وقصة ما كيبانش وجهه دارته وفي السيمان اللولة دارت تريبل ديال الاحسن فيديو عندها في الفيوز عندك سعب لك الفيوز ديال وما دير هنا يدي اليوتيوب من يشاف الرباح ديال ذلك الشي تفكر لهدرات ديال بواه وقلب الصحرا فصراحة ان الزمان مكتبوش مكاين محسن من التجارة ومن ثم ما بقيتش كتشد اكرم عمرو ديالك الشين دياله مزيان صيد خلص مدرسه كاملا شوية اصلا تصيد عليك خلص مدرسه حتى ما بقاش بغي يقرأ هذا الشي اصلا بدك يدير مرة مرة دي فيديو مع وحدين اخرين هي كتقول لي هان يا اخو دراحتك خدمة خدمة حتى مرة مرة يشتها شواتك يقدر الخدمة وفين وصل لي نبأ اكرم بناء ايميو بالقدو قداش في بني ملال الرونج ابوه مبقاش كيزيد مع الهدراق وبنادمه لكي يقول عليه غير غبار وهو اخيك يسمعه مكيبغيش يصحح اليوم حديك الحقيقة يقام خلاه غير بينه وبين راسه وجاب الله ما عندوش بزاف تصحاب اما كنت شوف شوف تيفي وكانت هذه الصورة اليوم اكرم فضل لحظة بالضبط حبز ذك الشي وقال لك ندم كتير بزاف دير الزكاة ولكن بيني وبينكم الجناد وضل حرام تابنائي موبل وخربها العاقة عاد حقا رات ندم معي الحال قلت لي وش بعديدك الشي اللي قمت بتوك الفلوس وصدقته قال لك اللق ركاري دوك ليزاف باقته ما هو باش عيش قال لك سيدي حللهم بالطريقة انا هاتشي ما فهمتش متو ميلة فهمتو بلليكم هاتشي مايك سنس كشبوها ليه في كومنتز وقلو لي ترى ايديا لكم فالطريقة اللي ينجح بها سي اكرم حشي بو اعلان